في خطوة واحدة بس وفي اقل من دقيقة ازاي تسجل حساب مجاني على منصة مايناتز افضل منصة لتداول العملات الرقمية وتبدأ تشتغل عليها بدون تفعيل الحساب. اما عشان تفعل حسابك انت محتاج لتسبور. ما ينفعش تفعل الحساب بالطائد رقم قومي او رخص القيادة. ولكن انت قدر تشتغل كل حاجة على المنصة من غير ما تفعل حسابك. مجرد التسجيل بالايميل فقط لغير. تعال هنشوف ازاي. هتدخل على اللينك اللي موجود اسفل الفيديو علشان تسجل حسابك. هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. بيطلب منك تسجل الايميل والباسورد. اما حاجة يكون الباسورد قوي ويتكوى من ارقام وحروف كابتة الاسمون ويفضل كمان ان يكون معاه اي رمز زي علامة زائد او نجمة او شباك. بعد تسجيل الدخول على حسابي يكون كده خلصنا اول خطوة ان احنا سجلنا حساب مجاني على منصة بايننس باستخدام اللينك اللي موجود اسفل الفيديو. نبدأ نعد كمان تسع خطوات علشان نفعل الحساب بصورة الباسبور ولكنها كلها خطوات سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا دقائق. هنضغط على العلامة اللي موجودة فوق اعلى الشاشة. هيفتح لنا الصفحة دي. هنضغط على و بعد كده هنضغط على في الشاشة التانية اللي ظهرت لي. علشان افعل حسابي واستخدم مميزات تفعيل الحساب اللي بيزود لي حد الساحب اليومي. الصفحة اللي بعدها هختار الدولة وهتظهر البيانات والمسينات اللي مطلوبة لتفعيل الحساب. زي الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. صورة الباسبور اللي هو ازبات الشخصية. وصورة سيلفي. اضغط على عشان ابدأ اسجل البيانات اللي هو اطلبها مني. الاسم الاول والاخير. تاريخ الميلاد. العنوان. وهنا مش لازم العنوان بالتفصيل. انا ممكن اكتب عنوان الاقامة ده. ايش جبت مسلا. والمدينة هكتب كايرو. والبسطة الكود باكتب الرقم البريدي. بعد ما اسجل كامل البيانات هضغط على صمته كونتينيو. هيحولنا على الصفحة اللي بعدها واللي بيطلب مني اني احمل الباسبور. الباسبور لازم يكون بصيغة صورة. حجم الصورة دي لا يتجاوز الخمسة ميجا بيكسل. هضغط على وحمل صورة الباسبور اللي هتكون جاهزة معي على الجهاز اللي انا بشتغل منه سواء كان موبايل او لابتوب. وبعد كده هضغط على كونتينيو. وزي ما وضحنا في اول الفيديو ان وصيكة اثبات الشخصية الوحيدة اللي تقدر تفعل بها حسابك على وينت من خلال ايجيبت هي الباسبور. بتنفعش اي وسيلة اثبات شخصية تانية. بالضغط على كونتينيو هيحولني على الصفحة اللي بعدها واللي بيطلب مني صورة لنفسي. مش لازم صورة صورة سيلفي. هنا انا ممكن احمل صورة ليا على الجهاز. تكون حد مصورها لي. ولكن تكون بالشكل اللي ظهر قدامنا. صورة الوش بالكامل وبين كافة التفاصيل. وبعدوس على كونتينيو. بعدها هيطلب مني اصور نفسي سيلفي ولكن بيحط عندي شوية تحذيرات. ان انا ملبس كاب او ايس كاب ولا ننظارة وتكون القضاءة في المكان كويسة. وما استخدمش اي محسنات للكاميرا زي البيوتي. وهنا بنوصل لاخر خطوة وهي الصورة السيلفي ولكن هنا انت مش هتصور نفسك سيلفي بالكاميرا زي ما بتعمل في باقي المنصات. بيكون جاهز قدامك اطار للواقع. مرسون كده انت كل اللي بتعمله. ان انت هتدخل راسك جوة الاطار ده. ومجرد ما تزبط وجهك على الاطار مزبوط. بيتم التقاط الصورة تلقائي. وبيتم تحويلك الى الشاشة النهائية اللي بيقولك فيها تم ارسال كافة البيانات الى ادارة وهيتم المراجعة على الحاجة اللي انت رفعتها. وهيتم الرد عليك. ياما يقولك تم تفعيل حسابك بنجاح. ياما هيقولك ازا كان في حاجة نقصة او حاجة غلط. بيبعد لك في الميل وبتستوفاها وبتحاول مرة تانية تفعل حسابك. طيب هنفترض ان انا مش معايا باسبور. او ان انا معايا باسبور ولكن في نفس الوقت انا مش محتاج افعل حسابي لان انا مبتدئ او بتداول بمبالغ صغيرة. فبالتالي انت مش محتاج تعمل كل خطوات التفعيل اللي احنا قلناها دي. انت هتعمل اول خطوة بس ان انا سجل حساب بالايميل بتاعي. وساعتها هقدر اتداول وهقدر اسحب وهقدر اوضع على المنصة عادي خلص. الحد بتاعك هيكون ايه? لما رجعنا لادارة وسألناهم ازاي اقدر اسحب واتداول على المنصة من غير ما يكون الحساب بتاعي مفاعل كان ردهم ان انت تقدر تسحب لحد اتنين في اليوم. اتنين لو سعره اربعين او خمسة الف دولار. يعني انا اقدر اسحب في اليوم لغية اكتر من تمانين الف دولار. فبالتالي المبتدئين مش محتاجين مش محتاجين يفعلوا حسابهم ومش محتاجين يعملوا الخطوات اللي احنا قلناها دي كلها. لأ سجل حسابك بالايميل فقط لا غير. وابدأ تداول وابدأ سحب وابدأ اداع على منص عادي خالص. وفي الحالة دي انت مش محتاج تعمل العشر خطوات اللي احنا قلناهم واللي احنا شرحناهم بالتفصيل الممل دلوقتي. انت كل اللي هتعمله. اول خطوة فقط. اني اسجل بالايميل بتاعي. هتلاقوا اللينك اسفل الفيديو هتضغطوا عليه. هيفتح لنا الصفحة دي. هنسجل الايميل والباسورد وندوس كرييت اتكونت. يبقى انت كده خلصت وسجلت حسابك مش هتعمل اي حاجة تانية. وهتبدأ تشتغل على تداول وسحب واداع عادي جدا. ان شاء الله في فيديو تاني هنشرح ازاي تعمل تداول على منصة باينانس. وهنشرح كمان المميزات اللي موجودة في باينانس زي ستيكينج وزي بي ام بي فولت. اللي تقدر تستخدم كل المميزات دي من غير تفعيل الحساب. تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة. وشكرا لانتبعتكم.